محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم أيها السادة المشاهدون وأقدم لكم المنتدى الديمقراطي لهذا اليوم من قناة الديمقراطية ونقدم فيه من الملف السوري ما سيطرحه الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن الذي سيتحفكم أعزاء المشاهدين ببعض التحاليل السديدة والرشيدة وكما قلت سابقا قد يكون قسما منها صعبا على المشاهد فأرجو أن تسامحوه وتسامحوني وأهلا وسهلا أستاذ زهير أستاذ زهير الوضع في سوريا لا يسر الخاطر ولكن لا يبعث على القلق والارتياب هناك ما يحصل في لقصير وفي منطقة حمص وما يقوم به حزب الله ألم يحرك مشاعر السوريين عموما بضمنهم جماعة النظام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة أخي نبيل لم أقف معك في هذا الزمن المتمادي في حلقة لا أدري فيها من أين أبدأ كما هو شأني اليوم الحقيقة أنني لا أعرف اليوم من أين أبدأ الكلام وقد تآلبت قوى الشر في المنطقة على هذا الشعب السوري وضربت بكل قوتها ونزلت بين ظهرانينا بخيل ورجل وسلاح ومال تقتل وتذبح وتفعل الأفاعيل نحن الآن أنت تسألني دائما عن كيري وعن أولند وعن كاميرون ونحن الآن نتساءل عن القادة العرب عن محمد وأحمد ومصطفى وخالد عن القادة المسلمين الذين لنا عليهم ومعهم عشرة وتاريخ وحق حقوق كثيرة نحن نتساءل عن القيادات المدنية لأبناء الأمة العربية المسلمة التي ننتمي إليها وتنتمي إليها لم نسمع إلا القليل من الكلمات اليوم المعركة على الشعب السوري الحرب التي أعلنها خمينائي وأعلنها حسن نصر الله بعد أن زار خمينائي وأخذ منها التفريض أصبحت معلنة مكشوفة لا يترددون يعني في البدايات كنت تقول لي هل عندك تأكيد؟ هل عندك برهان أن حزب الله يشترك في المعارك؟ وكنت آتي بالوقائع وبالأخبار وبالإثباتات اليومية رغم ذلك يحاول العالم أن يجاحد وأن يناهض وأن يرفض الاعتراف الآن يجلس قادة حزب الله والمعلقين باسمه والناطقين باسمه وقادت إيران والمعلقين باسمها والناطقين باسمها ويتحدثون عن حق أصيل لهم مكين بأن يتدخلوا في سوريا وبأن يقتلوا في سوريا وبأن يذبحوا في سوريا ويقدمون لذلك ذرائع بعضها يعتبرونه ذرائع سياسية وبعضها يعتبرونه ذرائع تاريخية وبعضها يعتبرونه ذرائع عقائدية وإليك بعض ما سمعت من هذه الذرائع من ألسنتهم وليس مما أقول أنا لاستابعتهم واحدا واحدا على أكثر من فضائية بالأمس بعضهم يقول بأن هناك قرى شيعية في الأراضي السورية ومن واجبنا أن نحمي هؤلاء الشيعة وكأن هؤلاء الشيعة بالحقيقة ليسوا مواطنين سوريين فيتدخلون ليذبحوا المواطنين السوريين لحساب حماية من يسمونهم بين قوسين المواطنين الشيعيين بعضهم يقولوا لا نحن لا نتدخل لحماية مواطنين شيعيين نحن نتدخل للدفاع عن مشروع المقاومة والممانعة في المنطقة ولا حتى ندافع عن بشار الأسد نحن بشار الأسد هو مشروع المقاومة والممانعة ونحن نتدخل للدفاع عن مشروع المقاومة والممانعة يقول فريق ثالث لا نحن لنا في سوريا واسمع هذه الذرائع لنا في سوريا مقامات وأضرحة ومقامات مقدسة والسيدة زينب ومشهد النقطة ولنا السيدة نفيسة ونحن سنتدخل في سوريا للدفاع عن المشاهد المقدسة وبالتالي يتدخلون يقول لك الرابع لا نحن لنا ثارات عند الشعب السوري وهذا أنا سمعته بأذني عندما ذبحوا الأطفال في حمص كان أحدهم ينادي يا لثارات الطفل الرضيع والمرمي الصريع لذلك ترى أكثر ما يقتل في سوريا من الأطفال لأنهم يستهدفون الأطفال خصوصا ثأرا لما يسمونه ابن سيدنا الحسين الذي قتل في مع الرضيع الذي قتل مع والده يوم كربلاء هذه الذرائع التي سمعناها حتى الآن لا تتحرك الآن يتحرك جيش كامل من الأراضي اللبنانية على مرأة ومسمع ومشهد من العالم أجمع مرة أخرى أنا لا أريد أن ألوم كيري ولا لا أفرف أنا أتساءل عن دور الدول العربية والإسلامية التي ترى مثلث الشر الحزب اللاوي الإيراني الأسدي يفتك بأبناء سوريا على خلفية طائفية مذهبية بغيضة لم يعد بإمكاننا أن نسكت عنها إنها حرب حرب تساس على المستضعفين من أبناء سوريا الذين جردوا من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم خلال أربعين سنة وهم يسامون سوء العذاب اليوم سبع محاور ثمانية محاور للهجوم على حمص من قوى حزب الله البارحة أخذوا خمس قرى استعاد المجاهدون الأبطال بيض الله وجوههم قريتين اليوم استعادوا الهجوم ليهجموا من سبعة أو ثمانية محاور والتكتيك الإسرائيلي نفسه الذي كانت تتبعه إسرائيل في السابعة والستين وفي الثالثة والسابعين الطيران الأسدي يغطي يخصف فوق رؤوس المجاهدين ليضطروا بالاختباء ثم تتقدم قوات حزب الله يعني هناك تعاون تشابك في النيران كما يقولون بشار الأسد من الجو القرى المؤيدة له من الأرض ثم محور تقدم قوات الرافضي حسن نصر الله تتقدم على الأرض السورية لكي تذبح الأطفال اليوم كان مشهد أهالي حمص نساء حمص نساء القصير وما حولها من القرى يحملون أطفالهم ويهاجرون من ديارهم مرة جديدة منظر تتقطع له القلوب لقد سقط هذا العالم أخلاقيا لقد سقط الكثير والكثير من من يسمون أنفسهم قادة الأمة أنا لا أتكلم عن قادة الأمة على الرؤساء على الكراسي فقط أنا أتكلم عن رؤساء الجماعات والأحزاب والقوى والمؤسسات المدنية أتكلم عن كل هؤلاء المتشاغلين عن مصيبة الشعب السوري لقد سقطت هؤلاء قبل أن يسقطوا سياسيا وقبل أن يسقطوا عقائديا لقد سقطوا أخلاقيا وهم يتركون الشعب السوري منفردا يعاني لم نسمع إلا صوتين كريمين بالأمس من أرض لبنان سمعنا صوتين من الشيخ سالم الرافعي ومن الشيخ أحمد الأسير واليوم انضم إليهم صوت آخر صوت مئة عالم من المملكة العربية السعودية من الجزيرة العربية من بلاد الحرمين لكن هذه الأصوات لا تكفي ما دام خميناء ذنواس هذا العصر ينادي البدار البدار والعجل العجل فيجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن ينفروا من كل فج عميق ليحموا أبناء سوريا ليحموا أبناء عمر في سوريا ليحموا أبناء خالد في سوريا فإن الأمر جد وإن الذبح في جديدة الفضل قتلوا بالرصاص وبالحراب ثم أحرقوا بالنار هذا هو الذي يجري اليوم على أهلنا في سوريا وعلى أهلنا في الشام تنظر حولك فلا ترى سمعنا صوتين لطيفين من لبنان من أهلنا في لبنان كما قلت الشيخ الأسير والشيخ الرافعي حياهم الله ثم قام بعض الناس وعلمهم قواعد الدبلوماسية وأصول القطاب السياسي وهم الذين قد غرقوا في دماء الشعب السوري بلا أي نبل ولا أي أخلاق نحن الآن في مشهد أخي نبيل في المشهد السوري الحمد لله الجنود السوريون أو الثوار السوريون أو الأبطال السوريون صامدون ثابتون ولكن هذا موقف له ما بعده النداء الذي أصدره اليوم علماء المملكة العربية السعودية علماء البلاد الحرمين كان نداء واضحا أرسلوا ست رسائل مهمة أول كلمة يقولون فيها إن المعركة في سوريا هي معركة الأمة وليست معركة الشعب السوري أول رسالة يقولون فيها إن هذا الشعب السوري اليوم إنما يدافع عن مشروع الأمة ثم يرسلون رسالتهم إلى العلماء أو إلى أهل إلى المسلمين في العالم يقولون واسمح لي أوجه هذه الرسائل وباختصار شديد يقولون إن رسالتنا الأولى إلى أنفسنا بمعنى أن كل مسلم معني أن يوجه هذه الرسالة إلى نفسه ماذا يمكننا أن نقدم للشعب السوري وماذا يمكننا أن ندافع عن وجودنا لأنهم يقولون من لم يبادر اليوم للدفاع وهو يدافع عن نفسه وليس يدافع عن سوريا فإن العار والشنار سيلحقه بالغد الرسالة الثانية يوجهونها إلى أهل اليسار والمال أنت تسمع ونحن نسمع وكل العالم يسمع كيف يتلاعب بنا المجتمع الدولي في قضية التمويل وفي قضية المساعدات والله سبحانه وتعالى قد أغدق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال وقد فتح لنا أبواب الرزق فلماذا البخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه لا يجوز ويقول علماء هذا يذكرون من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى هذه واحدة ويذكرون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرة هل يعقل كل هذا المال بيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم واللاجئون السوريون في الداخل والخارج يبيتون جائعين محتاجين حتى يأتي الصليب الأحمر فيطعمهم أين ذهبت النخوة أين ذهب الدين أين ذهب الالتزام الرسالة الثالثة التي وجهها العلماء الرسالة الثالثة قالوا لإخواننا المسلمين في الشام يقولون لهم بأن العالم اليوم يقف مبهورا بتضحياتكم وما عليكم إلا أن تصبروا وأن تثبتوا وإن الله معكم وهو الذي سينصركم إن شاء الله الرسالة الرابعة أخي الكريم وجهها إلى الكتائب المجاهدة على أرض الشام أن يكون أمرهم لله وحده وأن ينفوا عنهم الخلافات وأن يتركوا هذه الانتماءات الفرعية التي أعلنها بعضهم وأن يوحدوا صفهم الرسالة الخامسة وجهوها إلى الشرفاء من المعارضة السياسية السورية وأنا أؤكد وأركز على كلمة الشرفاء لأنه كفانا ضياعا وكفانا بخسا لأنفسنا ونحن ندور في دائرة مفرغة في المجالس والهيئات والتجمعات والاعتلافات يكفي أن الإنسان المسلم الذي يريد أن يخدم هذه الدعوة أن يعرف طريقه وأن يعرف ثغرته الرسالة السادسة التي وجهها إلى حكومات البلاد العربية إلى حكومات الدول الإسلامية قالوا لهم لا تتركوا لا تتركوا سوريا تضيع إذا ضعت الشام سوف يصل الدمار إليكم حملوا إيران مسؤولية ما يجري قالوا إنما فعله بشار الأسد بأهل الشام لم يفعله محتلو فلسطين بأهل فلسطين وهذه الكلمة موجودة في بيان العلماء لم يفعله اليهود بأهل فلسطين هذا الذي يقوله علماء الأرض من المسلمين اليوم إنما يجري على أهل الشام لم يجري على بشر من قبلهم قط ثم حملوا إيران المسؤولية المباشرة عن كل هذا العدوان إيران تتحمل المسؤولية وحزب الله يتحمل المسؤولية والشعب السوري المسلم سيبقى وسيزول كل هؤلاء الطواغيت هذا بيان علماء المسلمين الذي وجهوه اليوم منذ ساعتين وجهوه إلى أمة الإسلام وهم يتابعون بكل القلق وبكل الأسف ما يجري على الشعب السوري وناشدوا ناشدوا دولة مصر العربية وناشدوا قيادتها قالوا هناك في مصر قيادة منتخبة من قبل الشعب المصري اليوم ما سر هذه العلاقة مع إيران التي تذبح السوريين والتي تنتهك أعراض السوريين والتي تفعل ما تفعل بالسوريين هؤلاء بئة عالم مسلم يطرحون السؤال على كل شعب مصر على كل أهل مصر ما سر هذه العلاقة المريبة مع هؤلاء القتل في هذا التوقيت السيء السؤال ما يزال مطروحا على قيادة مصر وعلى حكومة مصر وعلى شعب مصر أجمعين ماذا فعل الأخوان في البلاد العربية أتمنى أن أطرح السؤال ولا أجيب عليه لأنني لا أستطيع أن أجيب عليه الحقيقة هل تخشى أن تنتقل؟ سؤالك محرج لا أخشى من الانتقاد سؤالك محرج سؤالك محرج وأنا أقول ماذا فعلوا نعم ماذا فعلوا لشعب الشام وشعب الشاب اليوم يذبح والمسلمون في سوريا اليوم يذبحون أنا أتساءل عن الكل وعندما تتساءل عن الكل يكون الجزء موجودا لكن سؤالك في محلي ماذا فعلت جماعة الأخوان المسلمين الذي نقول ماذا قدموا عمليا لا أحد يحدثني عن استقبال اللاجئين الآن ميشيل عون رغم أنفو الحكومة اللبنانية مستقبل اللاجئين لا أحد يحدثني عن اللاجئين وعن المدارس وعن الإقامات أنا أتكلم الآن الناس في سوريا الشعب في سوريا يذبح بسكين حلفائنا بسكين حلفائهم ماذا فعلوا سؤال أنا لا أستطيع أن نجيب عليه وأستحيي هناك استثمار لإيران في تونس بمئة مليون بمئة مليون دولار أنا أستحيي من الإجابة من الإجابة على هذا السؤال مئة مليون يورو استثمار من إيران في تونس يا سيدي أنا قلت لك وحزب الله حضر مؤتمر حزب النهضة قضيتنا اليوم بدعوة منه وإيران حضرت أيضا بدعوة منه قضيتنا أكبر من قضية اسمحوا إذا كان الأخوان المسلمون يخذلونكم فلماذا تطلبون النصر منهم؟ نحن لا نطلب النصر نحن أنا أتكلم لا أتكلم كأخوان مسلمين نحن الآن نقول هذا مشروع ثورة عربية لشعب الشام لكل الشام لا لكل أبناء الشام هذه ليست ثورة حزب ليست ثورة الأخوان المسلمين ونحن لا نطلب النصر من حزب ولا نطلب النصر من جماعة نحن نطلب النصر من كل أبناء الأمة نطلب النصر من كل مواطن عربي مسلم ومن كل مسلم على هذه الأرض هذه حرب عقيدة حرب وجود لهذه الأمة وليست لا ثورتنا ثورة أخوان مسلمين وأنا مع حرج وأنا لا أتهرب حتى لا تقول أنا محرج نعم محرج لماذا لا يكون هناك موقف مكافئ على كل مستوى أنا عندما أقول لك ومطلوب من جميع القيادات الجماعات والأحزاب أقصدهم وهم في رأس من أقصد ولكن لا حياة لمن تنادي نعم تكلمنا كثيرا لا حياة لمن تنادي ويخرج عليه من يقول لي يا أخي فتحوا المدارس يا أخي استقبلوا اللاجئين هذا كلام الآن أنا كنت أنتظر أن يصل تصل الكتائب المصرية إلى سوريا المدافعة عن الشعب السوري قبل أن تصل كتائب حزب الله أين هم الكتائب من الجيش المصري أو من المتطوعين لا نريد الجيش المصري مرسي لا يمون على الجيش المصري ما يجري على الشعب السوري اليوم أقوى وأدهى مما جرى على فلسطين سنة 1948 في سنة 1948 جند الأخوان المسلمون من سوريا ومن مصر ومن اليمن ومن كل مكان كتائبهم للدفاع عن فلسطين من الذي اليوم يجند كتائبه للدفاع عن السوريين هذه القصير اليوم في حمص تذبح تنتهك تستباح من إيران وحزب الله من إيران وحزب الله تحديدا ولن لم نسمع كلمة استنكار لم نسمع موقف إدانة لم نسمع والله لو هددوهم فقط لو افتعلوا الغضب أنت الآن تجدوني الآن منفعلا غاضبا هم أقول لو افتعلوا الغضب لرضينا منهم ولكن ما لجرح بميت إيلا هذا هو الحال وزير السياحة المصري قال يجب دعوة السياحة المصري للإيرانيين لأن السائحة الإيراني ينفق في مصر ثلاثة أضعاف ما ينفقه السائحة الأوروبي وهناك اصطفاف كذلك من كثير من الإخوان مع إيران يا سيدي هذا الآن ما يفعلونه بمصر شأنهم الداخلي هم سيتحملون لا يؤثر عليكم هم سيتحملون مسؤوليته التاريخية أنا أسألهم أنا أسألهم عن موقفهم من ذبح الشعب السوري وأنا أنتظر ليس فقط وأنا أعود فأقول أنا لا أنتظر يا أخي سكوتهم هو رضا سكوتهم رضا بذبحكم أنا أحمل المسؤولية اسمح لي لعمر موسى وحمدين صباحي ومحمد البرادعي كما أحملها لمرسل لأنني أخاطب الشعب المصري الشعب المصري هو المسؤول الآن عن عملية انتهاك إيرانية للشعب السوري لا أريد أن أميز لا في مصر ولا في تونس ولا في الجزائر بين حاكم ومعارض أنا أقول هذه الشعوب جميعا مسؤولة مسؤولية تاريخية دينية شرعية قومية عما يجري في سوريا سوريا اليوم أخت الأندلس بالأمس يا أخت أندلس عليك سلامه سوريا اليوم لو ضاعت سيضيع بعدها المشرق العربي سوريا اليوم لو ضاعت لن نستطيع أن نستردها أبداً لو أصبحت سوريا محافظة كما قال آية الله محافظة إيرانية 35 لن يستطيع أحد أن يستعيدها لا لعروبة ولا لإسلام أنا أخاطب في هؤلاء كلهم إحساسهم القومي والوطني والشرعي لا أريد أن أميز لا أريد أن أفتت الشعوب العربية والشعوب الإسلامية هل ستشتبون مصر العروبة مصر الإخوانية من قائمتكم؟ أنا لا أتكلم عن الإخوانية سأتكلم عن مصر العروبة نعم إذا لم ينصرنا هؤلاء الناس في هذه الأزمة سيكون لنا شأن آخر فيما بعد نعم هذا الأمر لا يجوز أن نعاني هذه المعاناة الآن ثم لا نسمع إلا عياط ومياط وهم يختلفون على خزعبلات من خزعبلات الدنيا لا قيمة لها نحن الآن نريد اليوم وليس غداً اليوم يجب أن يتوقف زحف حزب الله على سوريا بالسياسة بالسياسة بالكياسة بالكياسة بأي طريقة يريدون اليوم يجب أن يتوقف التدخل الرافضي في سوريا بأي شكل من الأشكال لا يجوز أن يترك الشعب السوري ضحية لأسنان ومخالب هؤلاء الروافض هذا مطلوب من مرسي ومطلوب من عبد الله بن عبد العزيز ومطلوب من كل ملك وأمير ورئيس وقائد حزب وقائد جماعة يجب أن يتوقف التدخل الرافضي في الشأن السوري نقول هذا الكلام ولا نريد أن نتردد لحظة واحدة ونحملهم الجميع صغاراً وكباراً البيان العلماء أنا أعجبني لأنه خاطب كل مواطن على الخارطة الإسلامية على الجغرافية الإسلامية كل إنسان مسلم مسؤول عن إيقاف هذا الزحف الرافضي الذي يقوده حزب الله وتدعمه إيران لذبح أطفال سوريا وانتهاك أعراض سوريا ماذا عن إخوان تركيا؟ وأنا أقول على الجغرافية الإسلامية كل مسلم حتى الإخوان إندونيسيا عليهم جميعاً أن يبحثوا عن دورهم في وقف هذا الزحف لا يمكن أن تترك سوريا للاستباحة لا يمكن أن يترك الآن هل تعرف لماذا جاءوا بهذه القوات؟ هم شعروا أن بشار الأسد انتهى إذن يريدون أن يجددوا المعركة مع جيش آخر وهم قالوا عندهم لما قالوا إحنا عم نعد الكتيبة 50 ألف لا هم يعدون كتيبة من 500 ألف يريدون أن يمضغوا سوريا أن يهضموا سوريا أن يبلعوا سوريا لن يستطيعوا هذا وهذا لن يستطيعوه إذا كان هناك نصرى حقيقية من أبناء الأمة العربية والإسلامية للشعب السوري أما إدارة الظهر بهذه الطريقة حتى المعارضة السورية اليوم أنت تسألوني أنا اليوم أتابع شؤون المعارضة السورية بهيئاتها القصير في واد وهم يختلفون طلع الخطيب ونزل الخطيب وراح الخطيب يمين وإجا الخطيب شمال أين هم مما يجري في القصير أين هم من غزو جنود حزب الله للقصير لماذا على الناس أن تختبئ وعلى هؤلاء الضحايا نتحمل نتعمل نتحمل نصبر ثم الآن كل المناقشات والمداولات أنا تصلني وأطلع عليها حول هل كانت الاستقالة قانونية أو لم تكن قانونية والناس في القصير تذبح أين هم هؤلاء القادة الذين قدموا لأنفسهم أن يصبحوا قيادة لهذا الشعب المسكين المبتلى بهم قبل أن يكون مبتلى بغيرهم ماذا تقول للمقاتلين على الأرض السورية اصبروا وصابروا ورابطوا والله إن النصر لآت والله لن يخذ لنا الله أبدا ما دمنا مع الله من كان مع الله فلا يبالي من كان مع الله فلا يخف أحدا يجب علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نثبت نحن لا نقاتل لا من أجل ائتلاف وطني ولا من أجل قوى سياسية ولا من أجل مغنب حزبي ولا من أجل تطلعات رئاسية نحن أبناء الشعب السوري هؤلاء المجاهدون جميعا وكل معارض شريف نشهد الله أننا لا نريد علواً في الأرض ولا فسادا العلو في الأرض هو المنصب والكرسي لنشهد الله جميعا أيها السوريون أيها المجاهدون لنشهد الله جميعا أننا لا نريد علوا في الأرض لا نريد منصبا ولا كرسيا ولا مقاما وإنما نريد لهذا الشعب العدل والحرية والكرامة وأن يعيش كما تعيش شعوب الأرض ولا نريد فسادا لا نريد مغنما ولا نريد ظلما لأحد ولا ظلما لبشر ولا ظلما لمواطن ولا عدوانا على إنسان ولا خرقا لحق من حقوق البشر نريد أن تعود سوريا إلى أنها الشام الجميل المبارك الذي يسوده العدل والحرية والكرامة الإنسانية عبد الملك بن مروان أخي نبيل هذا عبد الملك بن مروان اللي قال عنه مررت بالمسجد المحزون يسأله هل في المصلى أو المحراب مروان تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان عبد الملك بن مروان لما أقام دولة الإسلام أمر بأن يوظف لكل مقعد خادما ولكل أعمى قائدا اليوم نحن في عصر اللي يقولوا أصحاب الاحتياجات الخاصة وجمعيات أصحاب الاحتياجات هل سمعت هنا مثلا ونحن في المملكة العظمى هنا بريطانيا هل عندهم لكل أعمى قائدا ولكل مقعد خادما هذا كان موجود ليس موجودا بهذا موجود 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 لكل أعمى قائدا نعم نعم كل أعمى له كلب يقود والكلب مدرب نحن ما وضعنا لهم كلابا وضعنا لهم بشرا تقودهم ووضعنا لهم بشرا تخدمهم أخي نبيل أنا أتكلم عن نظام من 1500 سنة عمر بن عبد العزيز الأموي الآخر الذين يريد الآن أن يأتون هؤلاء الرافض ليثأروا منه وزعوا أموال الزكاة ففاضت فقالوا ماذا نفعل بها قال انظروا هؤلاء الأرقاء المساكين فاشتروهم واعتقوهم في سبيل الله هذه هي الشام التي نريدها للجميع عمر بن الخطاب الذي رأى اليهودية يتسول قال له ما شأنك قال له السن والجزية قال ما أنصفناك ما أنصفناك نريد النصف للمسلم واليهودي والمسيحي أنا أقول إذا كان فعلا وأنا لا أصدق أن الذين خطفوا رجلي الدين المسيحيين أنهم من الجيش الحر أو يلوذون به أو يقتربون منه والجيش الحر أعلن هذا وأنا أعلم أنها قنبلة موقوطة أخرى من صنع بشار الأسد لكن أقول إذا كان في أحد من الشباب المغرور قد أقدم على هذه الفعلة فالله الله فيهم ويجب عليه أن يطلق سراحهما فورا من آذاهما فقد آذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آذا ذميا أو معاهدا هدوا أصحاب عهد هدوا الحماهم عهد مع أبو عبيدة أن يعيشوا في هذا الوطن أحرار كرام آمنين على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعقائدهم وصلبانهم وكنائسهم لا تؤذوا دين الله ولا تؤذوا شريعة الله ولا تؤذوا تاريخ هذه الأمة على الذين خطفوهم إن كانوا ممن يلوذون بهذه الثورة بأي شكل من أشكال اللواذ ولكن أنا أعلم أنهم الآن في أقبية المخابرات عند بشار الأسد وأن عملية الاقتطاف وأنا سمعت أن أحدهم صرح بأن بقاء المسيحيين في سوريا أحدهما صرح هذا التصريح أخي نبيل بأن بقاء المسيحيين في سوريا ليس مرتبطا ببقاء بشار الأسد ولذلك قاموا بخطفهم وهذا مجرد رأي لكن أنا أناشد إذا كان هناك جهة من الجهات التي تمت إلى هذه الثورة بصلة ولها يد في اختطاف هذين الفاضلين فيجب عليهم أن يبادروا فورا لإطلاق سراحهم وإكرامهم والإحسان إليهم هذا الذي تعلمناه من الإسلام وهذا الذي يأمرنا به الإسلام وهذا الذي يحرم علينا الإسلام أن نفعل غيره نعم يقال أن الثوار الآن يقاتلون بقوة لتحرير مطار داخل المطار نعم نعم هذا من يومين واليوم يكاد أن نستطيع أن نبشر الآن بأن مطار مننا قد اتهى بعد أن تمت السيطرة على القرية قيم أنهم دخلوا هو الآن دخلوا في جزء كبير من المطار وكانوا منذ قليل يبشرون بذلك أنا كنت مشغوف لأن قلبي عند الأطفال الذين الآن يعيدون الهجرة من منطقة القصير وعند النساء المهاجرات تحت براث تحت سنابك حسن نصر الله وخمينائي الذين الآن لا هم لهم إلا اغتصاب الأعراض وذبح الأطفال لذلك أنا هذا مبشر كبير الآن ما يحصل في حلب التقدم الذي يحصل في حلب والتقدم الذي يحصل في دمشق ما تزال الثورة بحمد الله بخير والمراس طويل والمعركة طويلة والأيام بيننا يا خمينائي الأيام بيننا والله لنقولن قتلت رستم وربي الكعبة والله لا يعيدها شاب سوري مرة أخرى والله لتذوقن الهزيم كما زاقها رستم من قبل وكما زاقها يزد جرد في فتح الفتوح من قبل تستعدون علينا في بلادنا في أوطاننا تحت العناوين المهترئة لقد تحملنا كثيرا وصبرنا طويلا وآن الآوان أن ترفعوا أيديكم عن هذه الأمة أن تلملم رايتكم السود البغيضة إلى العقول والقلوب والأبصار والبصائر ماذا عن يا سيدي الآن إذا ذهبنا قليلا إلى الموقف الدولي الحقيقي أنا أنت البارحة جدلتني في موقف كريم العماد سليمان نعم ميشيل سليمان يقول يجب عدم السماح بإقامة قواعد عسكرية داخل لبنان لتدريب أو إرسال أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا يا سيدي لا أنا أرجو ميشيل سليمان أنه رئيس الجمهورية اللبنانية لم يعود العماد لكن أنا أسمح لي أقول يعني لا أحب أن أعلق على كلامه لأنني سأؤذيه لأنني استمعت إليه في أكثر من تعليق يرى بعين واحدة عليه أن يكفس سفهاءه عن الشعب السوري وإلا سنحمله المسؤولية التاريخية هو الآن يتحمل المسؤولية التاريخية عن كل جندي من حزب الله يعبر إلى الأرض السورية نحن لا نستطيع أن ننظر إلى لبنان تفاريق نحن الآن نقول هذه الدولة اللبنانية التي على رأسها ميشيل سليمان هي التي تقتلنا في سوريا هي الدولة التي تسمح لجنود هو كل يوم يعلق والله جاءنا حسوى من طرف السوري والله جاءنا لاجئ من الطرف السوري نحن نقول له والله سنحملك المسؤولية أنت ورئيس الوزراء ورئيس المجلس النيابي عن كل جندي من حزب الله أو من غير حزب الله لأن أخي نبيه للمعلومات الآن ليست فقط حزب الله حزب الله وجماعة أمال وجماعة أمال والحزب القوم السوري يعني عصبة حسب الله كلهم اجتمعوا الآن على ذبح السوريين على ذبح الأطفال السوريين هذا نحمل مسؤوليته أولا وفي رأس القائمة ميشيل اسليمان يجب عليه من يجلس على كرسي يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته لذلك نقول له بأن عليه أن يضب البلد التي يحكمها نحن لا نريد منهم اللجوء حق الإنساني هم لا يدفعون لا قيرا ولا قطميرا في إضافة اللاجئين اللاجئون إما ترعاهم جمعيات خيرية إسلامية إسلامية سنية ونحن نعرف هذا ولم يخرج من جيب غير الجمعيات الإسلامية السنية درهم واحد وجمعيات دولية أخذت أموالها من دول عربية سنية تبرعت قطر وتبرعت الكويت وتبرعت الإمارات بالمانحين السعودية قطر كانت خارج المانحين تتبرع علي نفسها 300 مليون 300 مليون لا أحد يمنه علينا في شيء أنا الأوال لأن نكتفي من هذه السياسات الخرقاء التي تقود إلى ذبح السوريين نحن نتمنى أن يكون هناك استقرار في لبنان وأن يكون هناك سلام في لبنان ولا نريد لكن الآن لما يبعثنا بري جماعة أمل والحزب القومي السوري وجماعة حسن نصر الله ثم يأتون لينخلوا الدقيق في بلادنا هذه الحالة التي نعيشها أخي نبيل يعني يجب أن تنتهي أنا كنت أريد أن أتحدث عن لقاء كيري مع لافروف من جديد يقول أن سنعاود للحل السلمي يقول كيري يعيده أنه سيأتي بالمعارضة إلى الحوار أنا لما أكلمك نبالحة لما تحادثنا وتسامرنا وقلت لك لن يكون هناك شيء الأجمل من هيك في نفس الوقت عندما يكون الشيخ حمد شيخ قطر أمير قطر يقول مع أوباما يتحدثوا عن ضرورة أو يجب على بشار الأسد أن يذهب طيب جماع كلام القيادات الأمريكية الآن نحن أمام دولة عظمة الناس بتقول لك في فوضى عند المعارضة السورية في اضطراب عند المعارضة السورية في اختلاف عند المعارضة السورية طيب يا سيدي نحن أمام دولة عظمة رئيس دولة ووزير خارجيته كل واحد يأزف على وتر وكل واحد يتكلف وفي يوم واحد مش أنه هذا بعد يومين وهذا بعد خلاثة أيام كيف سنأخذ منهم حقا أو باطلا ما هو لأن هذا دليل على أنه لا يوجد لديهم قرار البالحة أخي نبيلو شيء مهم أيضا بعد أن أكد لهم الإسرائيليون بعد البريطانيين الإسرائيليون بعد أن أول شيء البريطانيين أخذوا تراب من منطقة خان العسل وحللوا وقالوا هذا فيه كيماوي الآن المخابرات الموساد الإسرائيلي قال فيه سلاح كيماوي إحنا عندنا الإثباتات اليوم الأمريكان واليوم أنا تابعت الصحف البريطانية والصحف الأمريكية الصادرة بالإنجليزية بتابع لي عشر صحف بقرأ العنوين يعني ما بدخل بالتفاصيل حتى لا أكونوا مدعيا يعني بقرأ وكلها ليه بمشتعلة اشتعال عم تحكي عن التسريب الإسرائيلي أو التصريح الإسرائيلي عن الكيماوي في سوريا لكن الأمريكان شعروا أنه هذا بيحرجهم لأنه بيحرج فكرة الخط الأحمر فقالوا لا هذا الكلام ما هو صحيح وأنه أوباما تكلم مع نتنياهو ونتنياهو ما يستطيع أن يؤكد وجود الكيماوي يعني أوباما إيش قالوا لكيماوي قالوا ما لكون مصلحة بهذا التصريح اسحبوا فبالتالي الآن الأمريكان ينفون أنه يكون البشار الأسد يستخدم الكيماوي لأنهم يريدون أن يعطوه الضوء الأخضر باستخدامه وبالتالي وبالتالي سيستخدم الكيماوي على الشعب السوري الشعب السوري الآن لذلك الأمريكان بتخلصوا من الشعب السوري هي المعادلة الأمريكان نعم نعم أنت تضحك نحن نقول كلاما مضحكا نحن أصبحنا في هذا العصر نقول كلاما مضحكا الشعب السوري هو مشكلة المشاكل في الشرق الأوسط يعني يكسروا إرادته يكسروا إرادته نعم يا سيدي لأنهم يريدون لما بيجي كيري ما كان اليوم أنت أنت تسمعه وأن أرد أن أسمعه بدي رجعنا نقعد مع هذا القاتل المجرم الذي يمتص دماء الأطفال نجلس معه على طاولة طيب يروح يتفاوضوا هنين مع عيمن الظواهر يا سيدي أحسن طيب ليه إرهابيهم هنين ما بيصير وإرهابينا بيصير يعني المنطق هذا نحن لا نريد لهؤلاء الإرهابيين أن يكونوا على طاولة مفاوضات أليس هذا مبدأا دوليا أليس هم يقولون دائما لا يجوز التفاوض مع الإرهابيين مع القاعدة مع الإرهابيين جميعا بايش من كان يكون وصفهم نحن موافقين على هذا المبدأ الإرهابي لا يجوز التفاوض معهم كيف يريدوننا أن نتفاوض مع إرهابي اسمه بشار الأسد إذن نحن الآن أخي الكريم وصل بنا الأمر وصل بنا الأمر إلى حال أن الأوراق أصبحت مكشوفة هم الآن يقولون لا ما استعمل بشار الأسد الكيماوي هذا الإنكار كأنهم يعطونه كأنهم يقولون له تستطيع أنت أن تستخدمه يمكن بقولوله وبصوه استخدموا على نطاق ضيق في أماكن محدودة في الأماكن التي لا بد منها ونحن ننكر ونقول أنك لم تستخدمه ويبقى الخط الأحمر خطا أحمر هذه المعادلة هذه المسرحية هذا الذي نعيشه اليوم اليوم الشعب السوري كله يتفجر من الداخل وهو يرى كيف يمكن لدولة أن تتدخل في شأن دولة عنوة اليوم بالمناسبة طيارتين روسيات جايات لطرطوس محملات بالعتاد والأسلحة ولا يدري إلا الله ماذا فيهما وكل ذلك والعالم يتفرج واحد يقول لك طويل واحد يقول لك قصير واحد يقول لك ممكن وشعب يذبح أمام أعين البشر الجريمة التي حصلت في جديدة الفضل يمكن أن تحصل في كل يوم عشرات مثلها كما يبدو المجتمع الدولي لا يريد أن يتدخل بقي علينا أن نعيد ونذكر بحقنا على أبناء ديننا وعقيدتنا على المسلمين على الجغرافيا الإسلامية وعلى العرب على الجغرافيا العربية قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذه نار ذو نواس يشعلها علينا في سوريا خميناء يجب على الأمة المسلمة على الشعوب المسلمة على العلماء المسلمين على القادة المسلمين أن يقفوا مع الشعب السوري في معركته حتى يطفئوا هذه النار ولو بأجساد الأطفال الأبرياء يجب على هذه النار أن تنطفئ بالنسبة للخامنئي الخامنئي الآن بدأ يرسل القوات مباشرة عن طريق طهران دمشق المعلومات التي لدينا من طهران إلى دمشق الرجال والأسلحة وما إلى ذلك والأموال تأتي إلى مطار دمشق الدولي طيب يا سيدي وعندما يضيق عليه مطار دمشق يمر على مطار النجف كربلة يمر عن طريق العراق ويصل من هناك ويصلون إلينا هم عندهم خطوطهم شغالة هذه مسؤولية دولية نحن الآن كما قال السيد وزير الخارجية بريطانيا بالأمس الكلام الذي وقفنا عنده بالأمس ماذا كان يقول؟ قال أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته والشعب السوري الآن يدفع ثمن فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته هذا هو الذي يجري هل المعارضة العراقية عفوا سوريا تعد العدة لعمل شيء فيما يخص القصير وحمص؟ والله لما أطلع على شيء وأنا متألم لهذا وحاولت وأرسلت ماذا يعدون؟ ماذا يعملون؟ لا أريد أن أتكلم لأن الله اتقوا الله وقلوا قولا سديدا الحالة مؤلمة الوضع مؤلم نعم قال نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس وتنازعوا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر شأنها لم ينبسوا آل الأمر إلى هذا الذي نحن فيه والمشتكى إلى الله وحده لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا هنا عزاء المشاهدين لا سعوني لا نشكر ضيفي الأستاذ زهر سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن كما أشكركم على حسن المتابع عزاء المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم اشتركوا في القناة